بحاول كتير بقالي مدة أزقق في السياحة لأنه كنت وما زلت عندي قناعة ذهبية بأن السياحة قد تكون الحل قد تكون الحل ودايماً بقول أن السياحة هي حقنا في الوريد على طول تشتغل معاك على طول تغير لك الدنيا على طول تخلي وهناك بعض الدول لا تفعل شيء يعني لا تفعل شيء إلا السياحة يعني هي دولة سياحية في سايح بيصرف على كل مواطن أو تنين سياح يصرفوا على كل مواطن مواطنين عادين كده مبسوطين سايح ييجي يصرف فيتصرف على المواطنين أنا بس نفسي يبقى فيه نوع من أنواع العقلية الجمعية في هذا الأمر يعني نفسي أن الناس كلها يلا نعمل سياحة يلا ناخد بالنا من السياحة يعني أصدق كان مثلاً الرئيس عبد الناصر يتحدث عن التصنيع فكان يعمل عقلي جمعي إحنا بنصنع كل حاجة يعمل إبرة طبعاً ما حصلش إنما المهم يعني كان فيه عقلية جمعية والناس كلها تلبس العفريطة دي بتاعت الصناعة والمفتاح الكبير ده والترسو والمصانع والمزارع وشعارات كثيرة جداً وفي النهاية طبعاً يعني الموضوع ما جابش النتيجة قوي بعد كده جي الرئيس السادات إنه هذه بلد منفتح بلد استراد وتصدير بلد فخلصنا على شوية حاجات يعني مش دي المهمة قوي يعني كل عهد كان لهذا الأمر وبشكل أو بآخر كانوا يقدروا منهم يوجيهوا العقل الجمعي لغاية دلوقتي وهي بلد سياحية يعني أنا رأي مصر ليست دولة زراعية طب تتكلم على بلد 80% منها سحرة مصر ليست دولة زراعية يعني لما تقارن بدول تانية زراعية تفهم يعني زراعة مصر دولة ليست صناعية لا يعني لا احنا مش دولة صناعة قوي اه عندنا صناعات وهو الأخر ولكن باي ديفولت من عند ربنا مصر دولة سياحية شور مصر دولة سياحية وانت مغمد وانت عشان كده انا نفسي بس الدولة موضوع السياحة ده تدي له اهتمام شديد يعني زي ما الدفعات اللي حصلت للزراعة وتوفير المياه وشق الترع وامش عارف ايه زي الدفع اللي بيحاولوا يعملوها للصناعة انه يعني يزودوا الاستثمار طبعا كل اشياء دي بتي بشكل متوازن ولكن السياحة يا ساتة والسياحة عندنا على فكرة في مصر مش محتاجة تزوقي جبل ده محتاجة ان انت تقعد فوق الجبل يعني يقعد فوق الجبل كده ويأتي الناس لك من الشرق ومن الغرب وكل حاجة ولست في حصة جغرافيا وتاريخ عشان اتكلمك على المواقع السياحية المصرية وعلى المتحف المصرية وعلى البحار المصرية وعلى لطافة الشعب المصري وعلى الاكل المصري على فكرة انا بقيت سعيد جدا جدا ولاحظوا الحكاية دي كمية الستوريز والفيديوهات اللي معمولة من مصريين وغير مصريين عن السياحة في مصر السنة دي اكتر سنة تشوفها ايه دي مصر ايه يا جماعة دي المالديف لا دي مصر ايه الحلوة دي لا دا مصر ايه دي دا الساحل الشمالي ايه دي دي العالمين هناك الحياة جميلة ومطاعم والناس ماشية في الممشى ومبسوطين ايه دي يا جماعة دي اسكندرية مارية وتربة زعفران ايه الحتة دي يا جماعة دا البحر الاحمر ونتج عن هذا الامر انه ابتدى يجيلك تطفقات سياحية من العالم العربي ومن اوروبا ومن امريكا هجماعة السياحة هي الحل السياحة اديها واحد هتديك عشرة السياحة هتفرق معنا جامد وعلى فكرة مش محتاجة عقد مش محتاجة نبعث نجيب مش عارق لا لا خالص هي محتاجة يعني مثلا دول الاوروبية وهذا الامر حتى في خلاف اليومين دول يعني في بعض الدول العربية عن هذا الامر بتسمح للسياح العرب يجيبوا عربياتهم هت عربيتك معاك يعني تبقى ماشي في لندن في اوكسفورد ستريد في الشانزليزي في باريس في روما في اي مكان في اليونان تلقى النمر العربيات بتاعت اخواننا من الخليج ماشية بنمرها بحاجتها نمرتها كذا من دولة كذا حاجة دي اللطيفة دي الناس عايزة تنبسط هو جاي يصرف ما يدخل عربيته ناك بعربياتهم بيخطهم يسر يسر وافتح الابواب ودخل السياحة وخلي الناس تنبسط خليهم يسعدوا مفيش جو احلى من جوك ابدا مفيش مية احلى من المية بتاعتك ابدا مفيش شعب الازم الشعب بتاعتك ابدا مفيش اسعار ارخص من الاسعار بتاعتك ابدا 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 فانا بس عايز العقل الجمعي يا جماعة ركزوا في السياحة يا جماعة ده الحل يا جماعة يرضيك ان اليونان يبقى فيها خمسة وثلاثين مليون سياح وانت عندك بالزور هتوصل خمستاشر تركيا اربع اضعاف السياحة بتاعتك يرضيك الكلام ده احنا نستحق احسن من كده وعلى فكرة جلد الزيت بتاعنا واصلوا فين هالس مش عارف شوف الاطراق بيعملوا ايه في السياح كل يوم فيديوهات مرعبة شوف المعاملة شو انا نفسي تشوف المطارات التركية بيعملوا السياح وهم داخلين ازاي انت باشا على راسي منور اهلا وزالا معاملة سوئين التاكسي مش عارفة روح بص على تركيا بص على تركيا سوئين التاكسي بيعملوا السياح ازاي وبيعملوا فيهم ايه مش عايزة كتر اهلا انا عايز سياحة بلدي اكتر من تركيا اهلا واحسن من تركيا اهلا واحنا احسن منهم اهلا اهلا اي نوع من انواع السياحة قل لي اقولك موجود في مصر ايه ايه نوع سياحة سامبرويتمسفير يعني اه سامبرويتمسفير ده الحاجة المستحيلة ايه ايه يعني نوع ايه ما مش موجود عندك سياحة الدينية اهلا سياحة شاطئية حبيبي سياحة تاريخية اي رست ماي كيس يعني انا ابعد بقى كده وقف من بعيد اقولك ابو روح زوره الميت هرم اللي عندنا ولما تخلص بقى تعالي بقيت بنبسط من فيديوهات المطاعم اه اصر الكبابجي والمنوفي واكلة سمك واسماك فيديوهات المطاعم دي ناس بيت بتحباه هي تركيا عمت على ايه نوريك الشويرمة ونصرة وابو راك والريش اللي بتتفتح ازاي فجأة احنا فيديوهاتنا زيو بقى فيه ناس بتنزل والله انا عايز اروح اكل عنده بطارك انا عايز مش عارف بقى عندك الكل الناس كتير كابت تزعل منهم بقى بقولهم يا جماعة الاكل في اي بلد مهم جدا يعني انا ما بروح روما مثلا انا عايز ايه فيجا باستا انا ما بروح لبنان تبولة مناقش اه فيه طبعا البحر كل ده موجود انما المطبخ في اي دولة هم جدا انت ما تروح اليونان ايه الحكاية ترى ما اه مش عارف ايه اي بلد انت قايم على المطبخ جدا شغال على المطبخ جدا بقى عندنا مطبخ محترم جدا انواع مختلفة حاجة جميلة حاجة لذيذة حاجة سعرها كويس طعم الاكل المصري جميل ابعدوا عن جلد الزات وركزوا على السياحة بالذات لانه في حاجة حصلة في فورة في حاجة بتطلع هتبعوا واسند واطلع اكسر الارقام بقى هاتم ملياراتك في الفلوس وهاتم ملايينك في الاعداد انا انا عايز العقل الجمعي العقل الجمعي يبقى كله انا اقاعد علشان السياحة في البلد تبقى كويس انا ما هشوف لسه واحد من النهاردة بيحكيلي على حكاية غريبة جدا كان في توكيو في بيقول لي حاجة غريبة جدا بيقول لي بقول له ايه اكتر حاجة يعني انا توكيو بقى دي مع عمري بروح طاول نفسها روحها وناوي ان شاء الله خلاص بس اخلص الحتتين اللي في ايدي دول واطلع توكيو مهم يا فبقول له اغرب حاجة قال لي اغرب حاجة عامرا حصيدتلي في توكيو وحصيدتلي كتير قلت له ايه قال لم اسأل اي حد على مكان وده طبيعي نزل توكيو بقى ما تعرفش الاماكن يعني انت مش راح من دان التحرير قال لك المواطن الياباني ياخدك من ايدك يوصلك يا عم شاور لا 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 موشي موشي هاي وروح واخدك موشي موشي ده انت راح فيهم دان التحرير يمشي معاك لغا اهل اهول مكان اولا ادب واخلاق تعارفين اليابانيين الادب والاخلاق الحاجة التانية المهمة جدا ان انت كسايح حاسس ان انت مش في خرابة حزب الود حزب الامن بصوا على الفيديوهات بتاعة الناس اللي بتتصيري في اوروبا اليومين دول ساعات الناس مجوهرات الستات مش عارفي انت هنا في مصر ماشي امن وامان انت هنا انا شفت اخواننا العرب في السحل الشمالي كله لغاية تلاتة اربعة خمسة صبح موجدين سعداء مطمئنين امينين مبسوطين اه اه عايزين تاني بيكلموا صحابهم ييجوا يا جماعة مصر بلد معلش بقى تخيلوا ان الجملة دي ما تقاريتش كان دايما يقولك ايه مصر دولة زراعية باشا مصر دولة صناعية اخويا انها محدش قال مصر دولة سياحية احنا بلد سياحي احنا بلد لازم صناعة السياحة في حاجات كتير عايزة تعمل في قتلات كتير جديدة عايزة تتبني في مطارات كتير عايزة تتحسن تيجي تقول لي ايه والله المطار بتعلم هليش هيتزبط ويتوضب ايه طياراتنا مصر التيران بتتطور وحتبقى كويسة طب بس ايه اتماه انت حتطور ازاي وانت عقليتك طيب اخر مرة عملنا اجتماع للمجلس الاعلى للسياحة انا رأي المجلس الاعلى للسياحة ده لازم اجتماع كل شهر لازم رئيس وزراء يجيب وزير السياحة كده كل شهر بقينة كام بقينة كام انا قابلت وزير السياحة اوه راجل ما بيتكلمش وجايز حدش يعرف صورته بس عجبني فيه حاجة انه براجماتي جدا هو قاعد على العداد عايز الارقام تزيد عايز الدخل يزيد مبسوط انا انا مش عايز نظريات ومش عايز حد يقعد يكلم الناس عن تاريخ مصر وحطلكو نيفرتيتي في محطة منهات لا 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 انا عايز الزبون ييجي الزبون يوصى زي ما تركيا عملت تركيا مش مطمي باقي حاجة الزبون ييجي انا هعمل لك الللي بس تنزل ليلة في مطار اسطنبول هو دبي عملت ايه دبي معجزة سياحية معجزة سياحية في بلد درجة الحرارة فيها حاجة وخمسين والناس طوابير تروحة في الصيف هل من الممكن ان انت تشوف سايح جاي من الصين وماشي مع مرشد سياحي يفرجوا على دبي مول وهنا بنبيع احزية قسم الاحزية فاخوانك السنين وينه 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 وهنا بنبيع اصبح كل شيء مزار اصبح كل شيء سياحة اصبح اي مكان كواليتي المطاعم مطعم اه بتدفع فلوش كتير بس هو عمل نيش انا بتاع السياحة نيش عايز تاكل ايه اعظم سوشي في الدنيا حطة اللحمة اللي بالداب الصهراء اللي فيها مش عارف ايه السياحة جماعة احنا بلد سياحية وربا ضرت النافعة اما يجيلك بقى ازمات زي دي وكده وبتاع احنا عندنا ايه نقدر نحركه بسرعة الصناعة يعني اه ان شاء الله نزود الصدرات طيب كويس حتزيد قد ايه يعني الزراعة يعني عالم الارض تستصلح قداما تلات اربعة سياحة بس كويس برد انما ايه بس انا نفسي ان المواطن المصري يقول انا بلد سياحة انا انا شجع السياحة انا ما بشوف اي حد في اي حد اهلا وسهلا ازايكو نورتو مصر مصر بيتحبوكو يقولوا لي بس اصلي مش اقولهم لا 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 ده اكيد الراجل ماخدش باله ده مش عارف ايه اه انبارحة لا انت سفير انت سفير انت سفير لبلدك الراجل اللي موجود ده هو بيدخ فلوس ليك طول ما انت حلو معه هو بيديك فلوس سايح ايطالي سايح انجليزي سايح سعودي سايح اماراتي سايح قطري سايح عراقي سايح لبناني هو بيحط فلوس في جيبك قاعد طول ما انت تتعام معه كويس وحلو وجميل نجاح السياحة بالنسبة لأي بلد التتالي ان هو مش جيلك مرة انه يجي السنة دي والسنة الجاية انا عرف ناس مثلا بيروحوا حتة معين كل سنة اقوله يا عم الناس ما زيقتش يقولي لا ما هو انا بقى مبسط هنا هو دي العبقرية ان هو يجيب العبقرية بقى ايه ان انت تروح جاي زي ما بنحاول نعم مع ناس كتير تعمل له غسيل مخ طبو انت ليه بتروحينك بصوا الصورة دي ايه ده دي المية عندنا ده كريستال يا عم كريستال ايه طب تعرف درجة حالة المية دي عاملة ازاي متزبطة على درجة الجسم ميلة اللي مزبطة ربانا انت نازل في حتة حلوة حتة جميلة تعالى بقى نورنا وبعدين انت والعيال والأسرة وتنبستو وعندنا السحل الشمالي وعندنا الشواطئ وعندنا الحفلات وعندنا المزيكة وعندنا الغنى وعندنا كل عايز ايه اطلب تلاقي ميت مليون مكان استثنائي هي جات كده فارجوكوا جماعة انا بقى ناشد المصريين والدولة المصرية وكل البشر اللي في الموضوع ده حب السياحة افهم السياحة هي على فكرة هي هي يعني هي بتطلح هي يلا بقى هي دي يلا دايما كل دولة بيجي لها في وقت كده اتفره وتعدي وبعد كده انت عدد بقى انت بعد كده ما تيجي كلام لا والله مش فاضيين عددك ما فيش مكان يعني ايه يا الله اصلا اه ما فيش عددك بقى ممكن بلد اللي جنبين هتروح اما حصل الحريقة في رودس رودس دي مكان سياحي عظيم فقرروا يمشوا السياح قالوا السياح فالسياح قالوا طب انتوا هتعملوا فينا ايه يعني مش موقع ترجعونا برا فالشركات السياحة قالت لهم نوديكوا حتة فرح طالح الاسرائيليين قالوا باشا انت دي عندي متشولح بنفس الاسعار نفس الليالي وهو متشولح عنده سياحة زي بتاعتنا في المنطقة دي في المربع ده احنا السياحة مصر هي السياحة يلا بقى يلا الحجزات في القتلات ببساطة احد السياح العرب كان موجود في مكان يعني نازف قتل وكده بتاع فعيز يروح يتغدى في مكان تاني هو جيد فبيقول والله انا سمعت عن مكان ده انا عايز يتغدى فيه فسأل سؤال بسيط جدا وفي السحل الشمالي بسيطة اهو السؤال انا عايز تاكسي ايه الصعب يا جماعة اعملوا تاكسيات اشتغل حط دماغك في الحكاية ده هي الدولة ايه عاملة طرق موقفة عربيات الاسعاف في كل مكان عشان لو حد تدايق فتح مستشفيات من وراء المنطقة عاملة انزل بقى جود جود تاكسياتك قرب قوتلاتك افتح قوتلات جديدة اعمل مش عارف ايه زبط المطار بتاع العلمين وبرج العرب نظف وضب بس نفسي حضراتكو تشتغلوا على السياحة نحن يعني انا مثلا ما قدرش أقولك نحن نستحق ان نكون الدولة الاولى في الانتاج الزراعي يعني ما قدرش أقولك احنا بلد اللي بننتج اشباه الموصل اللي ما قدرش أقولك إنما انا ونقعت كده اقولك لا أنا من حقي أخد سياحة كتر من كده وأحسن من كده إن شاء الله دماغنا تربط في الحتة دي لأنه مصر تستحق مصر لقلقة مصر جوهرة مصر مفيش زيها الدكتور عاصم فرج أستاذ الأمراض الجلدية أهلا بك أهلا يا حبيب الله خليه قالوا لي يا حبيبك عايز تعلق على حاجة في موضوع السياحة تفضل فين يعني عندنا سياحة علاجية هاي كنز 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 يا عمر هاي أنا بيصعب علي لما روح تركيا المطار تزوء الناس اللي عاملين تزوء الناس اللي عاملين يعني أغلب الناس بتروح تزرع شعراء أناك في تركيا ما طابعا واللي أكتر من كده يا عامل وانت قاعد في المطعم لزارع شعر في تركيا لعمل نوز نوز تكنيك يعني اللي اتنين يعني كل الناس هناك وأنا عايز أقولك إن إحنا في مصر بنزرع أحد عايز أقولك إن إحنا في مصر أرخص عايز أقولك إن إحنا في مصر العيادة الحمد لله يعني العيادات مليانة إخوانا العرب جايين بالإثم جايين بالإثم عندنا عندنا أحسن دكاتر التجميل في المنطقة واحسن معاملة واحسن معاملة هو ما بيعرفش يكلم الأتراك ولا بيعرف يروح إنجلترا هو بيعرف يكلمنا أحنا هو إحنا بيرتاح معانا السياحة العلاجية كل اللي أنا طالبه يعني طبعا السياحة إحنا عندنا هنا حضرتك العلاجية لو تم الإهتمام بها كنز والله كنز كنز أنا مش بقولك مبالغ ولا حاجة أنا ينحب علي بقولك تروح أي بلد من البلاد دي ليه طبعا إحنا بالوقت عشان نزحنا في إنجلترا العيانين بييجوا من هناك ليه ليه إن الويتج لفت هناك ست شهور وسبع شهور يكون ربنا يعني المهم يعني الركون يعني يكون بييجوا تخيل أنت لما ألاقي في العيادة إخوانا العرب الإمارات من قطر من بييجوا هنا وأولا فرق العملة بقى ما شاء الله حاجة ملانين يعني أنت متأكد أن زرع الشعر في مصر يعني كويس دلوقتي أنا أتضلق يعني أتضلق النتيجة يعني إدمار زي بتاعتي كده تتكلف كام يعني قايم من اي يعني بس بقصة بقصة أنا عايز قصة كستنائي كده عن فوق خطير اللي حقولك الفرق ما بين دي ودي الفرق ما بين هنا وإسطنبول إسطنبول ما بقاش فيها مكان إلا بيزرع شعر إنت عارف القتلات في إسطنبول يا عم نصها زرع شعر القتلات يعني طبع إحنا أحسن من كيلور شطرين شطرين آه والله إيه المانع طب ما ننافس ونغير ونعمل ونجيب ونواجه بس هناك الدولة اللي بتعمل كاته فضروري هو ده اللي إحنا بنقوله العقل الجمعي المصري والاهتمام بالسياحة ثم السياحة ثم السياحة إحنا بنعملهم أحسن ما عاملة هو بيحبنا ليه بنفهم بعض كيفك مش كيفك بتاع لا والله مهي مهي بإعدام أرضي حفهمه واحفة إخوانا اليمنين بقى لهم سنين هنا سنين السودانيين ما شاء الله ده أنا بقيت أعرف من ترابلس ولا من بنغاز تخيل بقى إحنا بقنا نعرف إنت مين من اليمن هاي 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 ما دي كلها ناس ضروري نستثمر بقى أنواع السياحة المختلفة كلها تبقى موجودة إن شاء الله دكتور عاصم صح دكتور عاصم فرج أستاذ أمراض الجلدية بشكرك شكرا جزيلا أنا معاليش طولت في الحكاية دي بس أنا رأي إن الموضوع ده مهم أنا رأي أنا بقى ناشد كل الناس اللي مهتمية بالبلد دي وبالمستقبلها آه طبعا التعليم مهم والصحة مهمة والزراعة مهمة والصناعة مهمة بس السياحة دي إحنا عندنا كنز كنز يا جدعان دوسوا بس كده والحقيقة تبع حلوة